تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السودانية في آن واحد في معظم ولايات الولاد ولكن مع بعض الاستثناءات أو بإيجاد مراكز اقتراع بديلة وقريبة من أماكن التوتر والنزاع هناك مناطق خارج التصويت في ولاية جنوب كردوفان فسنضيق الانتخابات لن تصل إلى سبع دوائر انتخابية من جملة 24 في ولاية جنوب كردوفان التي تخوض فيها القوات الحكومية حربا ضد ما تعرف بالجبهة الثورية التي تضم عدة فصائل معارضة مسلحة أيضا لن تدخل منطقة جنوب عبيه أيضا هذه المنطقة الغنية بالنفط في هذه الانتخابات والتي لا تزال تبعيتها تمثل احدى الملفات الشائكة بين الخرطوم وجوبة رغم تكوين ادارة مشتركة بين البلدين لحسم القضية هناك أيضا مناطق ساخنة ولكنها داخل دوائر التصويت الناخبون الذين يقيمون في مناطق التوتر والنزاع فقد تم تأمين دوائر قريبة بديلة لهم لتمكنهم من التصويت في أقرب محليات تابعة لمناطقهم مع توفير وسائل آمنة لانتقالهم ففي شمال منطقة أبيه هذه المنطقة سيتم وضع صندوق اقتراع في دوائر انتخابية فيها لكنها طبعا ستكون محدودة نسبيا تبعا للمناطق الأكثر أمنا واستقرارا كذلك الحالة في إقليم دارفور حيث تجرى الانتخابات في الولايات السبع للإقليم مع مراعاة إيجاد صندوق اقتراع بديلة في دوائر انتخابية أكثر أمنا بالانتقال إلى ولاية النيل الأزرق هذه الولاية التي تشهد هي الأخرى نزاعا مسلحا بين المتمردين والقوات الحكومية ستجرى الانتخابات في معظم مكاتب طبعا سيفتح مكاتب اقتراع في معظم محليات النيل الأزرق أما حلايب وشلاتين هذه المنطقة المختلفة على تبعيتها بين مصر والسودان تشير مصادر سودانية إلى وجود مقرات انتخابية تمكن الناخبين من التصويت وممارسة حقهم الانتخابي خاصة في منطقة أوسيف الأقرب إليهم طبعا هناك ما يقدر أيضا بنحو 600 ألف لاجئ سوداني يعيشون في جنوب السودان هم يتمركزون في إثيوبيا وفي جمهورية أفريقيا الوسطى في تشاد أيضا هم سيحرمون من التصويت ومعظمهم خارج العملية الانتخابية طبعا أذكر بأن الشرطة السودانية قد أعدت قوة للتدخل السريع في ظل تهديدات الجماعات المسلحة بمهاجمة مراكز انتخابية في دارفور وجنوبي كردوفان والنيل الأزرق وتم وضع نحو 70 ألف شرطي وخمسة آلاف ضابط لحماية هذه الانتخابات موسيقى موسيقى موسيقى